الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي علم العلماء و أرشد الفقهاء و أصلي و أسلم على سيد الدعاة و الأنبياء مشاهدي الكرام في كل مكان سلام الله تعالى عليكم و رحمته و بركاته و أهلا و سهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مجلس الرحمة مشاهدي الكرام يطيب لنا أن نلتقي في هذه الحلقة مع الداعي الإسلامي الشيخ سيد الحنوي حيكم و شيخ أهلا و سلام الله تعالى مشاهدي الكرام القرآن هو المعجزة الخالدة و ذلك إلى يوم القيامة أعوزين نقول بأن الله تعالى قد اختص كل نبي بمعجزة من جنس ما برع به قومه لو ذكرنا مثلا على سبيل المثال الحصر سيدنا عيسى عليه السلام لما برع قومه في الطب ربنا أيده بمعجزة كبرى أيده بإبراء الأكمة والأبرص و إحياء الموت و ذلك كل بإذن الله سيدنا موسى عليه السلام لما برع قومه في السحر أيده الله تعالى بالعصر فإذا يتلقف ما يأفكون فوقع الحق و بطل ما كانوا يعملون سيدنا محمد لما أتى إلى قوم كانت الفصاحة بتاعتهم هي العنوان يعني كان شعرهم هو أشعر الشعراء خطبهم هو المفوة الذي لا يبار في أي مكان فأتى القرآن نزل القرآن مما أدهش هؤلاء حتى أن الوليد ابن المغيرة خرج وهو الكافر عندئذ خرج و قال لما سمع القرآن بحسه و سمعه و حلاوته و منطقه و عذوبته خرج بهذه الكلمة التي ظلت تزداد تردادا إلى يوم القيامة إن له لحلاوة و إن عليه لطلاوة و إن أعلاه لمثمر و إن أسفله لمغدق و إنه يعلو ولا يعلى عليه شيخنا الكريم القرآن أعجز العرب و هم أهل الفصاحة و البلاغة القرآن لم يعجز العرب وحدهم بل أعجز العالم كله إلى يوم القيامة فلم نسمع عن أحد يقول في أي وقت بأنه أتى بقرآن يضاهي قرآن ربنا جل وعلا إلا و إضمحل هذا القرآن و راح في مزبلة التاريخ و بقي قرآننا لماذا هذا القرآن الذي بين أيدينا الآن هو قرآن معجز هل لأنه أتى من عند الله فقط أم لأسباب أخرى تضاف إلى هذا الأمر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه و من تبعهم و قتف أثرهم إلى يوم الدين أما بعد حبيبي في الله فأسأل الله عز وجل لك السلاد والتوفيق فقد اخترت في هذه الأيام الطيبات المباركات اخترت موضوعا نحن في أمس و في أشد الحاجة إليه و إلى التذكير إلى فضله و أهميته نعم لسيما و نحن على أبواب استقبال شهر طيب كريم مبارك ألا و هو شهر رمضان شهر الصيام و القيام و القرآن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين بصوت و حرف مسموع نزل به أمين وحي السماء و هو جبريل عليه السلام نزل به على خاتم الأنبياء و إمام المرسلين صلى الله عليه و سلم و علنا نستقي من تعريف القرآن لماذا هو معجزة الله عز وجل الباقية نعم القرآن كلام ربنا جل وعلا بصوت و حرف مسموع يعني تكلم ربنا جل وعلا بالقرآن و سمع جبريل عليه السلام من ربنا جل في علاه آيات القرآن الكريم نعم و نزل به جبريل عليه السلام و هو أمين وحي السماء على أمين أهل الأرض و هو المصطفى صلى الله عليه و سلم و القرآن الكريم هو المتعبد بتلاوته المعجز بألفاظه فهو معجزة الله الباقية إلى أن يرث الله الأرض و من عليها لأن الذي تكفل بحفظه هو الله الله قال ربنا جل في علاه إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون القرآن الكريم هو العصمة الباقية إلى أن يرث الله الأرض و من عليها فيه العصمة من كل سوء و عن جميع النزاعات و الخلافات لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أعجز الله عز وجل بكلامه البلغاء و أعجز الله عز وجل بكلامه العرب العرباء تحدى الله عز وجل بكلامه الإنس و الجان تحدى الله عز وجل به الأولين و الآخرين تحدى الله عز وجل به الناس أجمعين تحدى الله عز وجل به مشرك العرب خاصة الذين طالموا برعوا في اللغة العربية وفي علومها وفي فنونها تحداهم الله عز وجل خاصة وتحدى باقي العالم بأسره عامة نعم تحدى الله عز وجل الناس عامة على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا بعدد صور نعم قال ربنا جل في علاه قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني إن جلسوا سويا وعاون كل واحد منهم الآخر وبكل ما أوتوا من قوة ومن علم ومن لغة بشتى فروعها وعلومها لن يستطيعوا على الإتيان بمثلك أن يأتوا بمثل كلماته بداية هو معجزة لأنه كلام الله أكيد ثانيا لأن في كتاب الله جل وعلا الإعجاز في كل زمان وفي كل مكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ففي كل وقت وفي كل حين يكتشف علماء الدنيا لا أقول المسلمين فحسب بل علماء الدنيا بأسرها في كل يوم يكتشفون إعجاز آيات رب العالمين سمحي أنا لا أتكلم على ما يحتويه القرآن من أمور غيبية أو من أمور عبادة لكن أتكلم على هذا النسق البديع هذا الأسلوب الفريد هذا الأسلوب الرائع القرآني هل العرب ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا الأسلوب ما استطاعوا معي في هذا الكلام أن يأتوا بمثل هذا الأسلوب أو أن الله تعالى صرفهم عن إتيانهم بمثل هذا الأسلوب يعني كلا الأمرين كلا الأمرين نعم لم يستطيع العرب أو ما استطاعت العرب على الإتيان بمثل كلام الله جل وعلا على نظمه وربنا سبحانه وتعالى قد صرفهم عن الاستطاعة بالإتيان بمثل كلامه جل وعلا ولعل في تحدي الله جل وعلا لهم بالإتيان بمثل القرآن ثم خفف ربنا جل وعلا التحدي فتحداهم على الإتيان بعشر صور فقط يعني نزل معهم من القرآن كل مية وارباحتشر صورة لعشر فقط نعم لما عجزوا عن الإتيان بقرآن كامل تحداهم الله عز وجل على الإتيان بعشر صور فقط الدليل فقال ربنا جل وعلا أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات يعني هما بيقولوا بيدعوا للنبي افتر واختلق واتى بهذا القرآن نعم هاتنت عشر زيه بعشر صور فقط وإن كانوا مفتريات كما ادعيتم على رسول الله بأنه قد افتر هذا الكامل طيب العشرة هنا عشرة مطلقة ولا عشرة محددة يعني ممكن تقولها عشرة زي البقرة على عمران والنساء بأي عشرة هي مطلقة ولا ممكن تكون زي كل الله أحد وصورة الكوثر لا 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 لم تعب بأي عشر صور من مثله بل لما عجزوا عن الإتيان بعشر صور من كلام الله جل وعلا خفف ربنا جل وعلا التحدي إلى أدنى درجاته فتحداهم على الإتيان بصورة واحدة كصور القرآن الكريم قال ربنا جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا على هذا الإتيان شهداءكم مما تريدون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين نعم اسمع تعقيب رب العالمين على هذه الآيات قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا يا سلام كلام منهي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين لم بصيغة الحاضر ولم بصيغة المستقبل نعم جزب نعم بكلمة واحدة ككلام رب العالمين نعم القرآن كما وصفه ربنا جل في علاه هو النور المبين هو الذكر الحكيم الله هو الطريق المستقيم نعم بل هو الحبل الممتد ما بين العباد وبين رب العالمين كلام ربنا جل وعلا وفضل كلام ربنا على كل كلام انتبه إلى هذه الكلمات فضل كلام ربنا جل وعلا على كل كلام كفضل ربنا جل وعلا على كل الخلق الله 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 أسمحة فضل كلام ربنا على كل كلام نعم كفضل ربنا جل في علاه على كل الخلق فمن أين للمخلوق بأن يأتي بكلام ككلام الخالق سبحان الملك لا يستطيع ولم يستطيع ولن يستطيع على أن يأتي بحرف واحد ولا بكلمة واحدة من كلام ربنا جل وعلا ولعلنا نذكر هنا أمر بأن من إعجاز كلام ربنا جل وعلا بأن له قوته وسلطانه ورونقه على كل ما في هذا الكون لكلام ربنا جل وعلا سلطانه حتى على قلوب اليهود والنصارى قال ربنا جل وعلا في كتابه واصفا لنا أحوالهم عند سماعهم لكلام ربنا جل وعلا قال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق الكفار كانوا يكون إذا ما سمعوا القرآن بل والله سجدوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماعهم لآيات الله جل وعلا الدليل وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام بيت الله الحرام والحديث عند البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وتخيل معي أخي في الله بالله هذه اللحظات التي حرمنا منها في الدنيا ونسأل الله عز وجل في الآخرة أن لا يحرمنا من صحبة نبينا وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه ومولاه أمام بيت الله الحرام والمشركون يجلسون حول الكعبة لا أقول يسمعون بل ينصطون بأعلى اهتمام إلى هذا الكلام الذي يهمهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين قومه الذين طالما آذوه وطالما اتهموه وقالوا عنه شاعر وقالوا عنه مجنون وقالوا عنه ساحر وقالوا عنه كاهن وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ آيات من سورة النجم قرأ قول الله جل وعلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى واسترسل النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة والمشركون يجلسون حول الكعبة يمسطون إلى كلام الله جل وعلا بأعلى اهتمام فلما وصل رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى قول الله جل وعلا أفمن هذا الحديث تعجبون وضضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه فسجد رسول الله وسجد من خلفه المشركون يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا فاسجدوا لله واعبدوه فسجد رسول الله وسجد من خلفه المسلمون والمشركون بل والإنس والجان أجمعون الكل سجد لعظمة كلام الله جل وعلا دي حركة لا إرادية نعم يعني حتى الكفار انفعلوا مع القرآن ملك عليهم قلوبهم وعقولهم يمكن أتذكر شيخنا لما قرأت مرة أنهم كانوا يجلسون مع بعضهم البعض ويقولون إحنا مش نروح نسمع القرآن من محمد مرة أخرى خلاصوا يتفقوا وينفض المجلس لكنهم في جوف الليل بلا أرادة يتقابلون أماما برسول الله انت جاي تعملي جاي يسمع القرآن يعني حركهم إلى هذه الدرجة مرة بعد مرة بعد مرة تب لماذا لم يسلموا الكبر والعناد وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة يعني هم يعلمون بصدق رسول الله نعم وهذا هو الحديث الذي كان بينهم نعم عندما اتفقوا مرة بعد مرة على عدم الإتيان حتى لا تفتن قريش نعم إن علمت قريش بأن ساداتها وكبرائها يذهبون في جنح الليل وفي ظلام الليل عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ينسطوا لكلام الله لا شك وأنهم سيفتنوا وسيدخل كثير منهم في دين الله جل وعلا فجلسوا وتعاهدوا مرة بعد مرة على عدم العودة ولكنهم ما استطاعوا نعم ففي المرة الثالثة قالوا وسأل بعضهم البعض سأل واحد منهم الآخرين قال ما رأيك في كلام محمد ده لحظة مصارحة مع النفس نعم نعم قال هو كلام الله جل وعلا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فلما لما نحاربه ولما نقف أمام دعوته فقال قالت أو قال بن هاشم بأنهم قدموا للحجاج لحجاج بيت الله الحرام كذا وكذا من الأعمال في خدمة الحجاج ففعلنا مثلهم هم أنفقوا وكانوا أقرم العرب ففعلنا مثلهم هم كان لهم خطباءهم وشعراءهم فكان لنا مثلهم ثم هم الآن يقولون أن من بينهم نبي فأنا لنا بنبي وهو نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم ومنطق الشيطان نعم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لكن شيخنا يعني جميلة أوي لما تذكر هذا بأن القرآن هذا الكلام المعجز أعجز هؤلاء فما تملكوا أنفسهم إلا وانساقوا إلى سماع القرآن من رسول الله السؤال دلوقتي هل الكون أيضا بأحجاره بأشجاره بكل شيء فيه قد انفعل وتأثر بهذا القرآن أريد أن أسمع الإجابة لكن بعد هذا الفاصل فانتظروا مشاهد الكرام زي ما قلنا أبل الفاصل وكما سمعتم لمن كان يتابعنا قبل الفاصل بأن أهل قريش بل الكفار عندئذ انفعلوا مع القرآن وتأثروا بآيات القرآن فسجدوا تارة وتلصصوا لسماع القرآن تارة وحكموا بصدق رسول الله تارة من جمال ما يسمعونه من في رسول الله القرآن جميل لكن الأجمل أن تسمع هذا القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القرآن المتلو من فام رسول الله السؤال مع شيخنا كان أبل الفاصل هل الكون تأثر كما تأثر هؤلاء الكفار الكون بأحجاره بجباله بنباته بكل شيء فيه هل كان لهذا الكون وقع بهذا القرآن الذي سمعه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال ربنا جل وعلا في كتابه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الجبل يتصدع نعم وما تصدع الجبل إلا من خشية الله جل وعلا وإلا من ثقل كلام الله جل وعلا عليه وإلا من عظمة وسلطان وقوة وبهاء كلام الله جل وعلا بل قد جاء عند البخاري في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الجمع على شجرة أو على نخلة فقالوا له يا رسول الله نجعل لك من براء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتم فجعلوا له من براء فلما كان يوم الجمعة صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فسمعوا لجذع النخلة التي كان يقف عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم سمعوا لجذع النخلة أنينا كأنين الصبي فنزل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره واحتضن جذع النخلة وهو يقول بكت لفراقها لما كانت تسمع من الذكر الله 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 بكى جذع النخلة أخي في الله لفراقه لسماع آيات الله جل وعلا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو حال جذع نخلة مع كلام ربنا جل وعلا جبل يخشع وجزع يبكي نعم بل وملائكة تنزل من السماء لتستمع إلى كلام رب الأرض والسماء قال ربنا جل وعلا في كتابه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قال مجاهب والحافظ ابن كثير وغيرهم من آئمة التفسير قالوا بأن قرآن الفجر هو صلاة الفجر كان مشهودا أي تشهده الملائكة يعني تحضر لسماع القرآن نعم تدبر أيضا هذا المعنى لا هذا فحسب بل تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر جاء عند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة الجميع أي صلاة الجماعة تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحدة بخمس وعشرين جزءة وفي رواية بخمس وعشرين درجة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الصدوق الذي لا ينطق عن الهوى قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إذن تتنزل الملائكة من السماء بل تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار لتستمع إلى كلام العزيز الغفار في صلاة الفجر ليس هذا فحسب بل إذا جلس المسلم في أي بيت من بيوت الله في أي وقت شاء لا في صلاة الفجر فحسب وجلس يقرأ ويتعلم ويتدبر كلام الله جل وعلا والله تنزلت عليه الملائكة من السماء جاء عند الإمام مسلم في صحيحهم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ليس هذا فحسب بل وذكرهم الله في من عنده يا سلام يا سلام مرتبة عالية جدا فتجتمع الملائكة في صلاة الفجر نعم وتتنزل الملائكة في أي وقت في أي بيت من بيوت الله بل أزيدك وأقول لا في صلاة الفجر فحسب ولا في أي بيت من بيوت الله فحسب بل والله لو جلس العبد في أي مكان يقرأ آيات الله جل وعلا بتدبر وبإمعان والله تنزلت عليه الملائكة من السماء اسمع معي إلى هذه القصة التي جاءت عند البخاري في صحيحه من حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه جلس يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده أي بجواره فجالت الفرس أي هاجت فسكت أسيد فسكتت الفرس ثم قرأ فهاجت فسكت فسكتت ثم قرأ أسيد في المرة الثالثة فهاجت الفرس وماجت وكان ابنه يحيى يجلس قريبا منها فخاف عليه فماذا صنع فاشتره من تحتها وانصرف فلما أصبح الصباح حدث أسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ يا ابن حضير أي لم توقفت عن القراءة اقرأ يا ابن حضير قال يا رسول الله خشيت على ابن يحيى فقد كان يجلس قريبا منها ثم إني يقول أسيد ثم إني رفعت بصري إلى السماء فرأيت مثل الظلة وكأن بها أمثال المصابيح الله 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 يا لا لا نسمع حديثاني فرأيت مثل الظلة أي السحابة الله وكأن بها أمثال المصابيح وما هذه المصابيح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة الله أكبر يا تلك الملائكة اسمع دنت لصوتك أي تنزلت لسماع القرآن بصوتك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس لا تتوارى منهم الله أكبر الله أكبر إذن فالملائكة تتنزل في أي وقت وفي أي متان لسماع كلام العزيز الغفار لسماع كلام الرحيم الرحمن يعني سمعنا عن الجبل لما يخشع وذا ما نذرت عليه كلمات الرحمن سمعنا عن جذع النخل لما يئن ويبكي لأنه فارق سماع ذكر القرآن والنبي يقف عليه تكلمت الآن عن الملائكة طيب من الجنس الموجود أيضا معنا وممكن حتى الفرس دخل معنا في هذا الإطار كحيوان طيب يبقى أيضا معنا فصيل يعيش في هذا الكون الجن كيف انفعل الجن مع القرآن إذا ما سمع حتى الجان عندما سمع كلام الرحيم الرحمن قال إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به نعم تفاعل الجن في التو والحال مع كلام رب العباد على رسلك شيخنا بس لحظة معي كلمة فآمنا بي عشان مشاهد الكريم يفهم إن الجن ده عالم فيه المسلم وفيه الكافر فيه الطائع وفيه العاصي نعم هو عالم مكلف عالم مكلف؟ نعم مكلف بصلاة وغير ذلك؟ لا مكلف بيعني سيسأل بين يدي الله عز وجل ومنهم من سيدخل الجنة ومنهم من سيدخل النار منهم المسلم كما تفضلت ومنهم الكافر نعم أي منهم من آمن بالله جل وعلا وبرسوله وصدق بكتابه ومنهم من كفر بذلك تمام 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 يبقى ذكرت بأن الجن أيضا يتكلم عن القرآن بأنه سمع كلاما عجبا طيب السؤال دلوقتي لما مررنا مرور الكرام على ما ذكرت السؤال الآن إذن فماذا يعني القرآن عندئذ لقوالب أمة النبي صلى الله عليه وسلم للبشر لنا لك لكل المشاهدين يعني إيه القرآن لأمة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كان في صدر الإسلام لأمة الحبيب العدنان صلى الله عليه وسلم يمثل لهم منهج حياة القرآن كان بمثابة الدستور بل هو دستور المسلمين بصلة التحرك نعم إذا أمرهم بأي أمر نفذوه نعم وإذا نهاهم عن أي أمر انتهوا عنه كان القرآن بالنسبة للسابقين الأولين وهنا يجدر بنا أن نذكر بأنه والله ما سبق السابقون وما فاز الأولون إلا لتمسكهم بكتاب رب العالمين علموا وأيقنوا لأن الله عز وجل ما أنزل القرآن ليقرأ في المآتم وبين المقابر وعلى الأموات لم ينزل الله جل وعلى القرآن لنزين به الحوائص والبيوت والمحلات لم ينزل الله عز وجل القرآن ليوضع على الأرفف وفي علب القطيفة للهدايا فحسب بل أنزل ربنا جل وعلى القرآن دستورا ومنهج حياة ليحول كل مسلم كل آية من آياته إلى واقع عملي وإلى منهج حياة يأتمرون به أو بما جاء فيه من الأوامر وينتهون عن ما جاء فيه من النواهي ويصدقون ما أتى به من الأخبار بل ويرجعون إليه ويتحاكمون إليه في كل أمر من أمور حياتهم وفي كل شأن من شؤون حياتهم وهنا يظهر الفرق ما بين السابقين الأولين وما بين ما عليه كثير من المسلمين في هذه الأيام إلا من رحم الله سبقتني بهذا السؤال يعني تكلمت بأن القرآن هو بصلة التحرك بالنسبة لأي مسلم آمن بالله ربا وبنبيه صلى الله عليه وسلم رسولا تعالى أعوزين نوضح شوال مزألة نشوف القرآن ده لما كان في عصر الصحابة وهم بلا شك هم القرون الخيرية الأولى نشوف واقع القرآن عليهم أبل ما نسقط هبوط الطرار على واقع الأمة الآن نعم كانوا يتدبرون كلام الله جل وعلا بل اسمع مني هذه العبارة كانت تمر آيات القرآن على صفحة قلوبهم قبل أن تمر على آذان رؤوسهم كانت تمر على صفحة القلب قبل أذن الرأس قبل أن تمر على آذان رؤوسهم كانوا يعيشون بالقرآن كانوا يتعاملون بالقرآن كانوا يتخلقون بالقرآن ولا عجب فرسولهم صلى الله عليه وسلم كان قرآن يمشي على الأرض معلمهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم كان خلقه كان خلقه القرآن فلا عجب ولكنهم كانوا يعملون بما يعلمون ويتدبرون ويفهمون ما يقولون وما يسمعون لا تمر عليهم آيات القرآن هكذا فحسب لا والله كان وكأن الله عز وجل يخاطب كل واحد منهم بآيات القرآن فها هو أبو بكر الصديق أفضل رجل في هذه الأمة بعد رسولها المصطفى صلى الله عليه وسلم كان ينفق على واحد من أقاربه من فقراء المسلمين وكان اسمه مصطح ابن أثاثة نعم فلما وقعت حادثة الإفك وتكلم المنافقون في عرض أم المؤمنين عائشة الحصان الرزان كان من بين من تكلم في عرض أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها مصطح هذا الذي ينفق عليه من الذي ينفق عليه أبوه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فلما أنزل الله جل وعلا براءتها في آيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حينها فقط قال أبو بكر والله لا أنفق عليه بعد الآن لما كان منه من كثير كلام في حق وفي عرض أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها فنزل قول الله جل وعلا ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم فحينها صاح أبو بكر من فوره قائلا بلى يا رب أحب أن تغفر لي فعاود أبو بكر الإنفاق على من على هذا الرجل الذي كان يطعن في ابنته في عرض ابنته نعم لما فعل أبو بكر هذا لا لشيء إلا لامتثاله لكلام ربنا جل وعلا يا سلام ويمكن لعل من الأمور اللي نسمحنا الصحابة أنهما ما كانوش بيختم القرآن إلا ما رحم ربك يمكن يعني في بعض الناس لعدم توفر القرآن في مجلد واحد ده أمره ومن الأمر الآخر أنهما ما كانوش بيعدوا الآيات إلا يعني مثلا يقرأ عشر آيات فيريد أن يطبق ما فيها ثم ينتقل إلى آيات أخرى في الأولى وهكذا فربما ينقضي به العمر وهو لم ينتهي من القرآن قراءة وعملا لذلك كان يقول قائلهم تعلمنا العلم والعمل معا تعلمنا العلم العلم والعمل بالعلم معا يا سلام يا سلام لأنه كانوا يأخذون عشر آيات لا يتجوزوها إلا بعد أن يعملوا بما جاء فيها فهكذا تعلموا العلم والعمل معا وهذا كان حالهم طيب نسقط بقى على حال نحن إحنا لو تكلمنا عن الصحابة ووضعهم مع القرآن ده لا تكفي في هذا الأمر حلقات وحلقات تعالى بقى يعني نسقط على هذا الوضع المرير هذا الواقع الأليم واقعنا الآن واقعنا الآن مع القرآن ماذا تقول فيه؟ يعني لعل الناظر في أحوالنا في هذه الأيام لا يرى جليا هذا الواقع المرير الأليم الذي ذكرت نسمع كلام ربنا جل وعلا يتلى آناء الليل وأطراف النهار نعم نعم في المساجد وفي محطات الإذاعة وعلى الفضائيات نعم انتشرت بفضل الله جل وعلا القنوات والإذاعات التي تعمل ليل نهار على كلام ربنا جل وعلا ونسمع كلام ربنا آناء الليل وأطراف النهار نعم ولكن لا يخشعر منه بدن ولا يلين له جلد ولا يخشع له قلب ولا تدمع له عين بل ولا تنسط له أذن إلا من رحم الله شيخنا الموقف ده والكلام ده يمكن بيستسرح فسط شوية بمعنى أصح أو سأقول لي إذا كان القفار وهم الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمن برسوله لا يؤمنون بهذا القرآن الذين تسابقوا إلى سماعه لكنه في الوقت ذاته بكت أعينهم وسجدوا لله بعض الناس النهاردة ربما يقرأ القرآن كله مرة واثنين وثلاثة وما بكت عينه نعم كيف يبكي عينه كيف تبكي عينه كافر ولا يبكي مسلم هذا لأسباب ابنها أولا لطول العهد عن مبدأ الأمر وعن بداية التنزيل وعن بداية الوحي فكلما طال العهد بالمسلم يعني يعني طال العهد يعني كان الصحابة أو كان حتى المشركون في بداية الإسلام أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا موجودون والوح ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوقاع والأحداث تمام 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 هذه واحدة الثانية بأنهم كانوا أهل لغة وبيان فهم وإن كفروا بالله جل وعلا ولكنهم يعلمون يقينا بإعجاز كلام الله جل وعلا أما الآن فكثير من المسلمين إلا من رحم الله لا يعلم حسن بيان كلام الله جل وعلا ولا معجزة كلام الله جل وعلا ده أصلا إن يعرف يقرأ يعني إن كان هذا يعني ده لأن أمر في بعض الأوقات تجد أستاذ في الجامعة الفلانية خريت جامعة كذا ولا يجيد قراءة القرآن لكن ممكن يجيد يعني التحدث بأكثر من لغة تبقوا القرآن القرآن أين لا شيء لو ربطت أيضا شيخ سيد وبعض الناس يلتمسوا العذر شوية حد ربطت الكلام عنه في الصحابة وكيف كان وضعهم مع القرآن وأثر القرآن عليهم بعض الناس يقول لك شيخ سيد ده كلام عادي الصحابة كانوا مع النبي الصحابة كانوا يقولوا سمعنا رسول الله رأينا رسول الله قال لنا رسول الله حتى لو انتقل الكلام من النبي له وفي وساطة ممكن يكون فرد أو فرضين يعني قريب العهد بالنبي احنا النهاردة بيننا وبين النبي أكثر من 1400 سنة فأليس ذلك لنا عذر في أننا مش عاوز أقول هجر القرآن عاوز أقول إننا قل أن نذوق طعم القرآن لا عذر لنا بين يدي ربنا جل وعلا في عدم تذوقنا أو في عدم تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا نعم ولما؟ لأن كلام ربنا جل وعلا معجز في كل زمان وفي كل مكان ولعلك ذكرت هجران المسلمين لكلام رب العالمين وهنا لا بد وأن ننوه على آية اشتكى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى قومه إلى ربه ومولاه فقال ربنا جل في علاه وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا هذه شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي إلى ربه ومولاه من هجران قومه لكلام الله يقول الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره كان من هجران الكافرين لكلام رب العالمين الإعراض عن سماعه بل والصد عن سبيله بكل طريق ثم قال رحمه الله اعلم يرعاك الله بأن من هجران كلام رب العالمين الإعراض عن قراءته هذا من ضن شكوى رسول الله والإعراض عن سماعه والإعراض عن حفظه والإعراض عن تدبره ثم الإعراض عما جاء فيه من الأحكام والإعراض عن التحاكم إليه وزاد بن القيم رحمه الله فقال ومن هجران القرآن الإعراض عن التداوي به جميل لو قلت لحضرتك محتاج كلمة في آخر الحلقة ونحن مقبلون على شهر رمضان شهر القرآن ماذا تقول ونحن ننادي على الناس بأن نعودوا للقرآن تقول لهمي إذا أردت أن يكلمك الله جل وعلا فاقرأ كتاب الله إذا أردت أن تتمتع بحديث الله جل وعلا فاقرأ كتاب الله ولعل لم يبقى لنا من الوقت حتى نذكر أجرى قراءة كتاب الله ولا أجرى تتبر آيات الله جل وعلا ولكن يا عبد الله أنت مقبل على شهر يضاعف الله عز وجل فيه الحسنات ويقيل الله عز وجل فيه العثارات ويغفر الله عز وجل فيه الذنوب والمعاصي والذلات وليكن سلاحك في هذا الشهر وفي غيره من شهور العام هو القرآن الكريم فهو عصمة الله الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها علشان كده بعض السلف لما كانوا بيقولهم إذا أردت أن تعرف أين قدر الله تعالى عندك فانظر إلى قدر القرآن في قلبي ده عنوان مهم أوي أنا بسأل نفسي وبسأل حضرتك وبقول ما هي مكانة القرآن في قلبك انت بطير القرآن كل أدئيه بتعيش مع القرآن كل أدئيه لا يبقى لنا إلا في نهاية هذه الحلقة إلا أن نرفع جميعا أكفة ضراعاتي إلى الله جل وعلا أن يرزقنا ربنا جل وعلا بكل حرف في القرآن حلاوة وبكل كلمة في القرآن كرامة وبكل صورة في القرآن سلامة اللهم ارزقنا شفاعة القرآن وشفع فينا يا ربنا كلامك يا ذا الجلال والإكرام ربنا ورب لنا أبناءنا على القرآن وأعد أمة القرآن إلى سابق عهدها يا ذا الجلال والإكرام مشاهد الكرام أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الدعاء الإسلامي الشيخ سيد الحنو شكر الله لك شكر الله لك إزاكم الله خيرا أحسن الله لك ومشاهد الكرام أشكركم موصول على حسن المتابعة قولوا مع جميعا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان كل عام أنتم بخير سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته